أهلا بكم عزيزي المتابعين معكم الدكتور تامر كنا ابتدينا نتكلم عن الأكيوت كورونري سندروم أو الأزمة القلبية اللي هو عيان جاي لك وعنده ألم في الصدر بسبب القلب وعرفنا أنه بيتقسم إلى ثلاث أنواع رئيسية النوع الأول اللي هو ستيمي استي إليفتت إم آي وده معناه أن فيه جلطة في القلب ومعها استي مرفوعة في رسم القلب أو معها نيو آنسيت ليفت باندل برانش بلوك وعملنا عنها حلقة لازم تشوفها عشان الكلام هنا هيترتب على اللي انت عرفته قبل كده النوع الثاني نونستيمي نونستيمي سيجمنت إليفتت إم آي وده معناه جلطة في القلب لكن مفيش استي مرفوعة في رسم القلب بس أنزيمات القلب مرتفعة ودي عملنا عنها حلقة هي كمان هسيب لك الروابط بتاعتهم تحت أما النوع الثالث اللي هو الزبحة الصدرية الغير مستقرة أنستيبل أنجينا ودي بيكون ما فيهاش استي مرفوعة في رسم القلب ولا فيها إنزيمات قلب عالية وهي دي حلقتنا النهاردة وما تنساش في البداية اعملي لايك للفيديو موضوعنا النهاردة عن أنستيبل أنجينا أو الزبحة الصدرية الغير مستقرة تقول لي هو فيه زبحة صدرية مستقرة أقول لك أيوة الزبحة الصدرية المستقرة ده عيان عنده مشاكل في شرايين القلب غالبا تصلب شرايين بسبب السن والتدخين والضغط والسكر وحاجات زي كده المهم إنه هو عنده قصور في الشرايين وكمية الدم اللي بتغزي القلب عنده إلى حد ما سابتة وعشان كده الشخص ده لما بيعمل مجهود يعني يمشي أو يجري أو يعمل مجهود أو حتى مجهود عصبي أو يأكل أكلة تقيلة القلب بيحتاج كمية دم أكبر من المعتاد عشان يتعامل مع المتطلبات الجديدة دي لكن كمية الدم اللي بتوصله سابتة فمع المجهود يبدأ يشعر بالقلم لأن الدم مش واصل كويس للقلب ويجي له قلم في الصدر هو بيبقى عارفه ومتعود عليه لما يستريح الألم ده يروح أو لما ياخد أورس داينترا فالزبحة الصدرية المستقرة بنقول عليها أنجينا بكتوريز دي العيان بتاعها بيبقى عارفها وعارف مدتها غالبا بتبقى من 15 ل 20 دقيقة مش أكتر من كده وعارف شدتها وعارف بتمشي إزاي لما بيستريح أو ياخد أورس داينترا تحت لسانه بتمشي أما الزبحة الصدرية الغير مستقرة مواصفاتها إيه ممكن لو جات مع العيان وقت الراحة العيان مش بيعمل مجهود أصلا وجاله ألم في الصدر أو زبحة صدرية في الحالة دي تبقى مش مستقرة المستقرة بتيجي مع المجهود زي ما قلنا أو ممكن لو أول مرة تيجي للمريض إحنا قلنا الزبحة الصدرية المستقرة المريض بيبقى عارفها أصلا لكن دا عيان ما كانش عنده مشاكل قبل كده ولا يعرف إن عنده مشاكل في الشرايين ولا أي حاجة فجاله ألم في الصدر فطالما أول مرة يبقى لازم نعتبرها unstable angina أو غير مستقرة كمان لو العيان جاله ألم في الصدر زبحة صدرية أو angina لكنها لم تستجيب بالراحة هو عارف إنه لما بيستريح الألم بيمشي المرة دي ممشيش أو لما كان بياخد الدينترا بيمشي دلوقتي ممشيش يبقى لازم نعتبرها زبحة صدرية غير مستقرة أو لو شدتها اختلفت العيان برضو عارف إنه لما بيمشي ويعمل مجهود فلاني الألم بيجيله بالدرجة الفلانية المرة دي الألم شديد الألم غير كل مرة يبقى unstable angina أو زبحة صدرية غير مستقرة كمان لو مدتها زادت عن الوقت الطبيعي إحنا قلنا الزبحة الصدرية المستقرة تقريبا 15 دقيقة فهي لو زادت عن 15 ل 20 دقيقة بنعتبرها unstable angina أو زبحة صدرية غير مستقرة والزبحة الصدرية دي بتكون خطر لإن هي ممكن تتطور إلى مآي ممكن تعمل جلطة في القلب وممكن يبقى معاها مضاعفات زي أي رفرفة في القلب أي رجفان أي أريدمية أو أي مشاكل تانية لكنها أقل خطرا من ستيمي ونان ستيمي اللي احنا تكلمنا عنهم في الحلقتين اللي فاتوا وبالنسبة لعوامل الخطورة أو العوامل المساعدة إيه اللي يخلي الشخص يجيله أنستيبل أنجينة أو زبحة صدرية غير مستقرة هم هم نفس العوامل بتاعة الأكيوت كوروناري سندروم أو الأزمة القلبية عموما اللي هم السن الكبير التدخين مرض الضغط مرض السكر السمنة قلة الحركة الحاجات اللي احنا تكلمنا عنها قبل كده وبالنسبة للأعراض فبرضو تقريبا هو الأكيوت كوروناري سندروم أو الأزمة القلبية أعراضها واحدة واللي من أشهرهم وأهمهم طبعا ألم الصدر أو شستبيب تتعامل إزاي بقى مع العيان اللي عنده أنستيبل أنجينة أو هتعالجه إزاي عيان جاي لك الاستقبال أو جاي لك المستشفى ومعاه ألم في الصدر وانت شايف إن السبب بتاع الألم ده حاجة في القلب إن الشخص ده عنده أزمة قلبية واستبعدت الأسباب الأخرى لألم الصدر فزي أي عيان طوارئ هيبقى أول حاجة ABC نشوف الأيروي بتاعه مفتوح ولا لا هل محتاج نعمله هيت تلت تشينليفت عشان نفتح مجرى الهوى هل محتاج إيروي يحمي مجرى الهوى هل محتاج إنتيوباشن نركب له تيوب لو كان في غيبوبة مثلا ولا إيه بالظبط نشوف الإيروي تاني حاجة بريثينج العيان بيتنفس ولا العيان الرست والسيركيوليشن نشوف الفيتال سينز بتاعته العيان لو الرست هنعمل معاه CPR فورا طبعا وهنشتغل معاه بعد كده بنركب للعيان بتاعنا الـ IV line بتاعه الكانيولة الجميلة بتاعتك وبنحطه على أكسجين إذا كان أكسجينه قليل ونقوم مديينه أربع أقراص أسبوسيد 75 يمضغهم وأربع أقراص كلوب دي جريل 75 يمضغهم وممكن لو الألم شديد نديله مورفين IV مورفين وريد والناس اللي بتسأل ليه وريد ليه مش عضل أقولك لأن انت الحد دلوقتي مش عارف العيان عنده ستيمي ولا نانستيمي ولا أنستيبول أنجينا إحنا لسه ما عملاش رسم القلب فممكن العيان يكون عنده ستيمي وممكن نحتاج نديله مذيبات للجلطة فمذيبات الجلطة لو خدها والعيان واخد حاجة عضل IM ده ممكن يعمل هيماتومة كبيرة ويعمل مشكلة كبيرة فالأفضل في حالات الأكيوت كوروناري سندروم لو هندي أي حاجة تبقى IV أو وريد كمان العيان بتاعنا ده ممكن نديله دينترا قرص تحت اللسان لكن الدينترا ساعات نفضل إن إحنا نخليها بعد رسم القلب لأن ما ينفعش نديها لو في جلطة في البطين الأيمن من القلب كمان لازم تعرف إن العيان لو ضغط واطي ما تدلوش دينترا كمان العيان لو واخد فياجرا في آخر 24 لـ 48 ساعة ما تدلوش دينترا ولازم تسأل المريض بتاعك وشوية الأدوية اللي أنا قلتهم دول اللي هو الأسبوسيد والكلوبودجريل والمورفين والدينترا بيقولوا عليهم اللي هو يعني في الإسعاف ممكن نديهم أو لو في عياتك ولسه هتبعت العيان المستشفى ممكن نديهم لحد ما يروح المستشفى ويعمل الحاجات التانية اللي هنقول عليها بعد كده العيان بتاعنا بنعمل له رسم قلب ECG ونعمل له إنزيمات قلب وفي حالتنا هنا حالة أو الزبحة الصدرية الغير مستقرة رسم القلب مش هيكون فيه طبعا مش هيبقى مش مرفوعة ومش هيبقى فيه لين لو موجودين يبقى استمي لا مش هنلاقي الحاجات دي لكن ممكن نلاقي ST depression ST نزل لتحت T wave inversion T مقلوبة أو فيلات T أو hyper acute T أو ممكن نلاقي sinus tachycardia أو أي الراذمية تانية وممكن رسم القلب يطلع طبيعي وبالنسبة للإنزيمات برضو مش هنلاقيها عالية لأن هي لو طلعت عالية لوحدها ورسم القلب كويس هنقول عليه non-estemi فاحنا هنلاقي الإنزيمات كويسة ورسم القلب ما فيهوش ST مرفوعة كده العيان بتاعنا تشخص إن هو عنده unstable angina فالعيان ده بنحجزه في CCU عناية قلب ونعمله monitoring نتابع القلب بتاعه والدورة الدموية ونعمله serial ECG و enzymes يعني كل من 3 ل 6 ساعات كده نعيد له رسم القلب كاملا ونعيد له إنزيمات القلب لأنه إحنا قلنا ممكن يتطور إلى MI ولازم نعرف الموضوع ده ممكن بعد 6 ساعات نلاقيه MI يبقى عنده جلطة في القلب فلازم serial ECG و enzymes بعد كده العيان بياخد أدوية زي من أهمهم the nitrates زي the dynetra مثلا ممكن العيان ندي له dynetra تحت لسانه كل 5 دقايق كده عشان يعمل vasodiltation يعمل اتساع في الشرايين بتاعة القلب ونقلل القلم اللي العيان بيحس به وفي بعض الأحيان ممكن ندي nitrates infusion تنقيط وريدي كل ده طبعا في العناية كمان العيان بتاعنا هيبدأ ياخد beta blockers كمان هيبدأ ياخد ace وكمان هنبدأ ندي له statins statins بتاع الدهون زي الأطروفة statin مثلا وكمان العيان ده ندي له anti-coagulation حاجة زي low molecular weight hyperin زي الكليكسان مثلا وبعد كده العيان بتاعنا هيحتاج نعمل له coronary angiography اللي هي الأشعة اللي بتبين شرايين القلب عن طريق الأسطرة بنركب أسطرة من رجل العيان مثلا من الفيمرال أو من ريعه المهم بنوصل لحد coronary arthritis وبنحقن صبغة ونصورها ونشوف المشكلة في الشرايين بتاعة القلب فين بالزبط الديء فين وعلى أساسه بنحكم العيان بتاعنا محتاج إيه هل محتاج دعامة هل محتاج cabbage نغير بعد الشرايين مع عملية جراحية ولا محتاج إيه بالزبط والcoronary angiography بنعمله في خلال من 24 ل 48 أحيانا 72 ساعة لكن لو العيان unstable العيان حالته مش كويسة يبقى لازم نعمل coronary angiography بسرعة unstable دع يعني العيان في شوك مثلا cardogenic shock العيان معه الرذمية رفرفة أو رجفان في القلب أو العيان الأنجينة أو الألم بتاع الصدر بتاعه ده مش رادو يروح بالعلاج اللي احنا عمالين دي ده ففي الوقت ده لازم نعمله أنجيو بسرعة بعد العيان بتاعنا ما بيعبل أنجيو وخلاص طبيب القلب بخد القرار وعمل للمريض الحاجة اللي مطلوبة منه ركب له دعامة مثلا أو شاف المطلوب منه وعمله وحالة المريض استقرت فالعيان بيخرج وبيتابع مع دكتور القلب بتاعه وبيمشي على أدوية باستمرار زي من أهمها الأسبوسيد البيتابلوكرز الأطور باستاتين أو استاتينز عموما يعني ونتحكم بقى في الوزن بتاعه إذا كان وزنه زيادة يوقف تدخين نعالج الضغط والسكر بتاعه بشكل كويس وهكذا نتحكم في عوامل الخطورة اللي عنده وكده يبقى احنا تكلمنا على الأكيوت كورونري سندروم بالتلات أنواع بتاعه ستيمي نانستيمي وأنستيبول أنجينا اللي هي حلقتنا النهاردة وفي النهاية أحب أشكركم ما تنساش بقى اشترك في القناة وعمل لايك وشير وشكرا لحضراتكم ترجمة نانسي قنقر